أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع استهداف سفينة إسرائيلية في خليج عدن وقال يحيى سريع أن العملية تمت بصواريخ باليستية ومجنحة مشيرا إلى تنفيذ ضربات أخرى في منطقة إيلات استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة إسرائيلية M.C. داروين في خليج عدن وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله وأطلقت القوة الصاروخية بعون الله تعالى عددا من الصواريخ الباليستية والمجنحة على عدد من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبه في